أخد ضربة في بداية مباراة صعبة زي كده ضربة من الضربات اللي بتوجع لأي فريق يعني علي معلول ركيزة النادي الأهل الهجومية ركيزة النادي الأهل الدفاعية كرات السبتة التحولات الهجومية كل حاجة علي معلول بيعملها ومؤثر جدا على مدار البطولة ورغم كده الأهل قدر يتعامل خسارة علي معلول تحديدا في بعض اللعبة مهمة وركائز مهمة في الأهل لكن خسارة علي معلول تحديدا هي الأكثر إلامة لمارس الكولر والتكتيك بتاع مارس الكولر السلاح السري بتاع الأهلي والسلاح اللي بقى معروف بتاع النادي الأهلي هي الجابة اليسرى بوجود علي معلول إمام عشور وحسين الشحات فنأ اللي بيساهم في كل مراحل اللعب من أول بناء الهجمة وتطوير الهجمة وإنهاي الهجمة التلاتة دول هما اللي بيساهموا اتجابها الشمال دايما بتاعت النادي الأهلي حتى لما غاب حسين الشحات كان بيشتغل معه محمد عبدالقادر بنفس النصق فانت لما تخسر علي معلول من الدقيقة ثلاثة ولا الدقيقة أربعة والراجل يتغير في الدقيقة سبعة رقم واحد انت خسرت أهم ترس في التلات تروس اللي بيساهموا معاك في كل مراحل اللعب فانت التأثير مش هيحصل لك في حالة ولا اتنين ومش أقف ممكن كابتين جادي تكلم على مصطفى غربال لكن الكرة صعبة جدا يا كريم إنها هتعدي الكرة دي كان فيها شك في طرد لأن الكرة كان بعيدة جدا راجل دخل بأسفل الحزاء وبعدها كمان لقطة الإصابة والإصابة صعبة جدا يا كريم والإصابة قوية جدا على علي معلول ما ظنش إنه هيلحق لكن نتمنى طبعا إنه يلحق مباراة العودة لكن ما ظنش إنه هو هيلحق نجيب اللي بعدها على طول ناس اتكلمت على أخطر اتكلم على أمام قبل لو أروح للهجمة بتاعت الترجي إنه غياب علي معلول أثر على أمام نفسه لأنه إحنا قلنا مراحل اللعب فعدم موجود عالي وإن كريم واللي قد مباراة مقبولة جدا في وجهة نظر كريم فؤاد لكن بقى منطرة طول وقت لعبه محفوظ طول وقت عايز يدخل جوا لأنه رجله الشمال مزا رجله ليمين طول وقت عايز يدخل جوا فإنه هو عايز يدخل جوا وما كانش محضر نفسيا إنه هو يلعب بمدياة خمسة أو بمدياة سبعة وقت نزول خروج عالي معلول فأصل على أمام إمام بقى بيتطر ينزل فبازل مجهود إمام مدياسي التيم مش قادر لأنه بازل مجهود كبير جدا حسين الشحات رغم أنه كان عنده في شكل موجودة في الجزء الأمامي والتصرف وحسن التصرف والكرارات في التلت الأخير من ملعب الترجي لكن كان حسين قدى مباراة فعاية جايدة جدا نهاردة كريم لأنه كان مجبر إنه ينزل يقفل الملعب مع كريم فؤاد نجيب بقى اللقطة اللي ناس كلمت عليه أخطر لقطة في المباراة للترجي اللقطة لي كانت إمتى عشان الناس في غفلة الهيصة وفي غلطة إنه ديئة أخطر كولة للترجي علي كان بتعالج بره اللقطة لي كانت في الدقيقة أربعة وواحد واربعين علي ما كانتش تغير علي تغير يا كريم ونزل مكانه كريم فؤاد في الدقيقة سبعة ويه فالوقت ده كان بعد ما علي وقع فالجابها دي فضيت انت تشوف العيب اللي رجع معاه هنا هو حسين الشحات حسين هو اللي رجع عشان كده ضرب ضهر حسين الشحات بسبب إن علي مش موجود فالتغطية الدفاعية حل من الأحوال بتاعت حسين بزي اللعيب اللي بيلعب في مكانه الطبيعي فالغلطة الوحيدة أو الأخطر أو الغلطة الكبيرة من لعبة النادي الأهلي والفرصة الأخطر للترجي هي جد في فترة غياب علي معلول عدم تغييره والأهلي كان بيلعب منقوص في الآخر خلص ده كريم فؤاد ده كريم لسه كان رايح لأنهم خلاص كانوا يعرفوا خلاص إنه هو مش هيبقى موجود في حد يقول لك طب ليه ما كانش جاهز يا جماعة الرجل إصابة في الدياة خمسة يعني إصابة في الدياة خمسة فمش طبيعي إن أنا أقول المدرب هيقول اللعيب قوم سخن من قبل ما يحصل إصابة فالرجل عبالما أم سخن وقعد الدياة واللدقتين حصلت الكرة الخطيرة فالكرة الخطيرة حتى حصلت أخطر كرة في المباراة كان لها ما يبررها آه فيها بعض الأخطاء حسين ما كانش رجع الرجوع الكامل إنه هو يغطي مكان علي معلول المسك ما كانش جيد ومحمد عبد منقم هناك سرق رودريجو سرق وفي ثانية لكن في النهاية الخطأ الكبير كان في الوقت اللعيب كانش موجود فده كان تأثير غياب علي معلول وإصابته النهاردة أثر على الأهل في حاجات كتير جدا دي واحدة منهم والأخطر لكن أثر كمان عليك جزء الأمان عظيم جدا